واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في تشكا مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناولى متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري زراعتها في جنوب الوادي بتشكا فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية في محافظة دميات وكذلك عرض الموقف الخاص بالأسواق المركزية للتجزئة بمنطقة شرق القاهرة بالإضافة إلى سير العمل في التطوير الجاري بمدينة الأمل لسيما تخطيط وتنظيم الطرق والمحاور بها ووجه الرئيس سيسي باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي بما يتكمل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة ويتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين فضلا عن المساهمة في استعادة الوجه الحضري للعاصمة